صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من برنامج الحدث وضيفتنا في هذه الحلقة فيرا يمين عضو المكتب السياسي في تيار المردة طبعا أسئلة كثيرة نحملها إلى ضيفتنا حول موقف رئيس تيار المردة المرشح لرئاسة الجمهورية سليمان فرنجي بعد اللقاء الأخير في بنشعي الذي جمعه بالرئيس سعد الحريري ماذا جرى في هذا الاجتماع هل تخلى الرئيس الحريري جديا عن ترشيح الوزير الفرنجي أم ما زال هذا الترشيح قائما رغم تأكيد الوزير الفرنجي نفسه عبر أكثر من شخصية أنه مستمر في هذا الترشح وليس مستعدا للانسحاب هل يمكن للفترة الفاصلة عن جلسة الانتخاب المرتقبة في الواحد وثلاثين من تشرين الأول المقبل أن تكون حاسمة وتحمل العماد عون رئيسا للجمهورية ماذا عن كل العقبات وكل التساؤلات كل الأجوبة مع ضيفتنا فيرا يامين بعد لحظة صباح الخير سيد فيرا صباح الخير أهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة من برنامج الحدث طبعا كل الأنظار تتجه إلى رئيس تيار المردة أنائب سليمان فرنجي وإلى الموقف الذي يمكن أن يتخذه مسألة استمراره في الترشح لرئاسة الجمهورية أو احتمال انسحابه من هذا السباق في ظل المعطيات الكثيرة والمتناقضة التي نسمعها يوميا عبر المواقف المعلنة وعبر ما ينشر وينقل عن مصادر وتسريبات في الصحف اللبنانية سنحاول أن نفهم بالتفصيل ماذا يجري وإلى أين نحن متجهون في الأيام المقبلة وهل هي حاسمة في مسألة رئاسة الجمهورية أم كل ما يجري جعجع دون طحين طالما أن الأمور إقليميا مازالت متأزمة كل تفاصيل ما حضرتك بعد موجز لآخر وهم الأخبار مع سامي الشادي صباح الخير بدأ مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم جولته البقاعية بلقاء حاشد على أتوسترات زحلي عند مدخل المدينة وقد ألقيات كلمات رحبت باللواء إبراهيم وأثنت على متابعة جهوده لإطلاق صراح العسكريين المخطفين وقد رفعت له يافطات وأقواص النصر وصور ترحيبية بدءا من زحلي وصولا إلى الرياق وسيكون لإبراهيم محطة أمام منزل رئيس تجمع المزارعين إبراهيم الترشيشي ليصل بعدها إلى مستديرة رياق الفوق ليختتم جولته بزيارة الأسير المحرر لدى جبهة مصرى الدركي محمد طالب في حي الذكاني في الرياق هل إيه وصحوا شوية لحظة يباين وصحوا شوية شدار وصحوا شوية حالا إيه من وراء المنباك أفدت معلومات ونصحة في أن الرئيس سعد الحريري أبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بره مساء أمس أن خطوته بالإقدام على ترشيح عون هي ضمن خياراته للخروج بحل لأزمة رئاسة الجمهورية ولا تزال خيارا قائما إلى ذلك وصفت مصادر المجتمعين أجواء اللقاء بأنها كانت جيدة لجهة الاتفاق على إبقاء النقاش مفتوحا بحيث أنه لم يتخذ أي قرار حاسم بعد وأشرت المصادر إلى أن بره متمسك بموضوع السلة والتفاهمات الوطنية التي يجب أن تسبق انتخاب رئيس للجمهورية الذي يتفق عليه من ضمنها وهو ليس في ورد المقايدة على هذه السلة والتفاهمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة بدأت صباح اليوم مراسم دافن شيمو بيراز بمشاركة نحو تسعين وفدا من سبعين دولة يتقدمهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أظهره فيديو نشره المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي وهو يلتقي رئيس وزراء العدو بن يمين نتنياهو ويصفحه معزيا بسفاح قانا ومهندس الاعتداءات على الشعب الفلسطيني وراعي الاستطان اليهودي في الأراضي المحتلة ونقل أن عباس قال لنتنياهو وهو يصفحه من الجيد رؤيتك مدى وقت طويل بينما شكره نتنياهو على حضوره أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول تبدأ أول عملياتها الجوية ضد داعش وقد أقلعت مقاتلات من حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول اليوم لتنفيذ عمليات ضد تنظيم داعش تمهيدا لمعركة استعادة الموصل كما أعلن ضابط على متن السفينة وذكرت وكالة فرنس براس أن ثماني طائرات رفال أقلعت صباحا من السفينة في شرق المتوسط وهي ثالث مهمة لحملة الطائرات شارل دوغول ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة منذ شباط 2015 أعلن مسؤولون أمريكيون أن واشنطن على وشك تعليق الاتصالات مع روسيا فيما يتعلق بسوريا وأن الرئيس باراك أوباما كلف وكالات الأمن القومي اعتماد خيارات جديدة حيال الأزمة أما روسيا فأعلنت أن لا نية لديها لتعليق غاراتها الجوية الداعمة للجيش السوري وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كاري ردا على أسئلة خلال مؤتمر لمراكز الأبحاث في واشنطن نحن على وشك تعليق المحادثات لأنه بات من غير المنطقي وسط هذا القصف الذي يجري لحلب الشرقية أن نجلس ونحاول أن نأخذ الأمور بجدية وأضاف مهاجما روسيا من غير أن يسميها مع كل ما يحصل حاليا لا إشارة إلى مسعى جدي وصلنا إلى مرحلة بات علينا في إطارها أن نبحث عن بدائل ما لم يعلن أطراف النزاع بشكل واضح عن استعدادهم للنظر في مقاربة أكثر فعالية ختام الموجز عودة إلى الزميلة كاترين حنة وضيفتها فيرا يمين شكرا شادي برحل فيكم من جديد مشاهدينا ومن جديد أرحل بضيفة فيرا يمين عوض المكتب السياسي في تيار المردة أهلا وصلا فيك من جديد ست فيرا ونحن بالأكثر طبعا مثل ما قلنا بدنا نبلش بموقف تيار المردة وبكل ما جرى في الأيام الماضية بدءا من لقاء بنشعي الأخير الذي جمع النائب سلام الفرنجية مع الرئيس سعد الحريري هل تخلى الرئيس سعد الحريري عن ترشيح النائب الفرنجية يعني أنا بعد إتصار واضح أقدم كل المشاهدين والمتابعين أنه هاللقاء بما كان يحمل من ود وإيجابية غير مستغربة أنه طبعا ما تضمن أبدا لا طلب توقيف أو تجميد المبادرة ولا بالتالي طبعا الانسحاب على العكس تماما اللي سمعناه باللقاء أنه ما كان فيه أبدا تجميد للمبادرة ولا لتعطيلة بس بالنهاية مثل ما كنا عم نحكي تحت الهوى أنت وأنا سوا أنه هذا البلد مأزوم والقيادات اللي عندها حس مسئولية لابد ما أنه تحط على بساط البحث بطريقة جدية كيفية الخروج من هذه الأزمة فتم التداول بكل الاحتمالات اللي ممكن أنها تحدث وتخرق جدار الأزمة ألا يعتبر هذا الأمر تخليا غير مباشر ربما لم يبلغه أنه يريد التخلي عنه ولكن لما بيقله وكما سرب أنه أنا تعبين الوضع متأزل جدا الفراغ بالمرصاد أنه بقى البلد يحتمل وأنا أكتر واحد عم يكون علي الحمل وما بقدر بقى أتحمل وأنه كل الخيارات يمكن أن تكون مفتوحة ونجربنا كتير من عشر تشهر أو أكتر من عشر تشهر بشوية لحد هلأ وما مش الحال هذا الكلام ألا يعني بطريقة ديبلوماسية ومهذبة أنه يريد التخلي أو أنه تخلى فعلا أنا بعتقد لما بيكون في حوار جدي واجتماع بقي تقريبا أربع ساعات أنا بعتقد الدبلوماسية بتصير جانبية وبيكون الكلام أكثر وضوحا وأكثر صراحة وكان المجلس خاص كمان كان فيما يتسرب على الأعلام لو كان في هذه النية أو هذه الرغبة فبالتالي لهالسبب نحن مستمرون في ترشيحنا طالما هناك حظوظ كبيرة ومتقدمة ولا نزال صاحب أصحاب الحظوظ الكبرى في هذا المجال هلأ نحكي بمسألة فهل المجال استمرار في الترشيح والحظوظ أنه الأربع ساعات اللي كان فيها الاجتماع بدنشعي بين صاحب المبادرة وصاحب الترشيح كان فيه كتير من الود والإيجابية وكتير من المرونة اللي تلزم برجع بإلك القيادات اللي عندها حس مسئولية واللي بيهمهم مثل ما بيقولوا يطلعوا من عنق الزجاجة ليفتحوا قوة بجدار هالأزمة اللي فعلا يعني معايدة مقبولة عند كل اللبنانيين وتحديدا عند المواطن اللبناني اللي رازح تحت يعني أعباء ما بعرف إذا في حدا بغير لبنان ممكن يقبلهم ولكن كان لافض أيضا أنه بيان كتلة المستقبل خلق من أي إشارة إلى تمسك بترشيح الوزير الفرنجية المرأة الأولى خصوصا البيانة اللي سبقه كان في تمسك بهذا الترشيح أيضا ربما هذه البعض اعتبرها إشارة سلبية ما عليش كاترين أنا بدي شوف نص الكوب الفاضي ما بشوف نص المليان لأنه بالوقت اللي كان معظم المتابعين الإعلاميين بين مزدوجين ما بعرف قديش بتصح كلمة إعلاميين ع كتير من الإعلاميين ليش كانوا مترقبين أنه بيان كتلة المستقبل يعلن عن تجميد المبادرة أو عن إنهاء المبادرة فبالتالي أنا برأيي البيان إجا بالمساحة اللي بتشبه لقاء بناشعي تماما لا تجميد للمبادرة لا إنهاء للمبادرة ولكن انفتاح على الحوار اللي بيشبه إذا بدك حركة الرئيس سعد الحريري لأنه بالنهاية لقاء بناشعي هو محطة أولى من سلسلة اتصالات ولقاءات بشر فيها الرئيس الحريري ولكن هالمشاورات وقد تنطلق عفوا من داخل لبنان حتى إلى خارجه لأنه فيه أخبار ومعلومات عن إمكانية توجه الرئيس الحريري إلى موسكو في خلال الأيام القليلة المقبلة للمباحثات نعم هؤلاء هذه المشاورات اللي عم تحكي عنه اللي استهل الرئيس الحريري ببناشعي واستكملها طبعا بأماكن أخرى وكان أخرى مساء أمس بعين التيني مع الرئيس نبيه بري واللي كانت كمان أجواءة كتير إيجابية ومطمئنة إيجابية لأي ناحية لأنه يعني السؤالي كان المحورة مسألة الذهاب نحو انتخاب العماد عون يعني كيف هون فينا نشوف كيف نفهم نشي عم بيحاول يسوق فكرة انتخاب عون بنفس الوقت لا لا أبدا هون صار في لغة بالمعنى الإعلامي وبالمعنى الصحفي أن هناك تسويق لفكرة ترشيح مرشح ما لا أبدا برجع بإليك لأنه نحن وقعنا إذا بدك بفخ ما رسم إعلاميا لهيدا الموضوع صرنا عم نعمل ما تركهاش ومشينا بالموجه لا أبدا هي المشاورات لإحداث كوة في جدار الأزمة الرئاسية وكل برجع بإليك الاحتمالات نبحث فيها وكل الاحتمالات مفتوحة وكل الكلام فقط لإيجاد إذا بدك قاسم مشترك بين القيادات وبين المكونات وبين الأحزاب بس ما فيدينا حتى فقط بالإطار الأعلمي لإعلام لعبة أعلمية اللي هو فيه مفاوضات سيدفيرا جارية منذ أكثر من أشهر يعني وما حدا خلفية مع طيار المستقبل بين طيار الوطني الحر يعني وطيار المستقبل اتصالات مع المرادة مثل ما فيه اتصالات مع القوات مثل ما فيه حوار ثنائي بين طيار المستقبل وحزب الله مثل ما فيه نوع من الانسجام مع الرئيس نبيه بري اللي تبين بالأمس انه فعلا هيدا اللي حاصل انه ليش أنا بدي ضو على اتصال ما روسه اخباريا روسه اعلاميا اخلق منه عجقة بينما الحمد الله انه كل قنوات الاتصال مفتوحة بين كل المكونات وقفت على اتصال برأيك يعني عبين حكى انه تقريبا مؤعين يعني شبه ورق التفاهم يعني ووصله لمسألة حكمية مصر في لبنان وقية الجيش بحسب ما يسرب يعني ونقرأ نعم نحكى عن تصوية شاملة يعني أنا معلوماتنا معلوماتنا وما قبلغنا فيه ما عنا هيدا التصور بس انا هون بدي اطرح سؤال سؤال على كل المشاهدين والمتابعين والمحللين والاعلاميين والمرقبين واللي بدك ايه لما نحكى عن ورقة بين الرئيس الحريري واسليمان فرنجيو ما كان في اساسا ورقة نعملت خطة اعلامية ما بعرف شو اسمه وشو شكله هلا اذا كان فيه ورقة او ما فيه بغض النظر اذا فيه او لا ما بعرف ليش هالاسترخاء اذا هون السؤال يطرح لماذا يسمح لغيري ما هو ممنوع عليه بالحد الادنى منه فعرفت كيف فاذا يعني اذا فعلا هناك ورقة موثقة بين الطرفين اذا هناك تغييب بكافة الاطراف وما بعتقد من المراهقة بمكان ان يقدم طرفان على اتفاق بغير التنصيق مع كامل المكونات الاخرى وهون بصير فيه نوع من العطب الذي يلامس التهمة كي لاقول الاتهام هون يعني عم بيلعب رئيس بري دوره بهذا الاطار برأيك عطول صمام امان رئيس بري انه طبعا انه بالنهاية لما انت بدك تفتحي حوار مع كافة الاطراف وتوصل الى تسوية التسوية يعني تشمل كل الاطراف التسوية لا يعني اتفاق طرفين على حساب بقية الاطراف على كل حال اذا عم بيلعب دور صمام الامان او دور المعطل او دور المتراس يعني متل ما البعض اليوم وصفوا بس اكتر يعني بدنا نتابع اكتر بالموضوع الاول اللي كنا عم نحكي فيه مسألة اذا ما كان قد تخلى او لا تخلى البعض قرأ موقف الوزير الفرنجي تغريطه يعني يلي هاجم فيها يعني بشكل واضح لعمادعون لما بقول انه اذا بده يمشي الرئيس الحريري بالعمادعون رح يحصد النتيجة نفسه اللي حصد الرئيس الجميل لعام 88 لما سمى العمادعون رئيسا للحكومة البعض شايف انه فسر هذا الهجوم الفرنجي انه تم التخلي عنه ولهذا السبب هو غاضب وعاتب وقلق فاطلق هذا الهجوم هو رقم صعب وموجود بالمعادلة والكلام عن التخلي هو نوع من التسلي فاذا ليس هناك من امكانية للتخلي لا عن اسلام الفرنجي ولا عن غيره لانه احنا بطبيعتنا لنا اقصائيين ولنا الغائيين بل على العكس دايما بعز اذا بدك الشرخ والخلاف السياسي استراتيجي اللي كان بالبلد كلنا يتذكر اننا كاميرا دا دائما نقول اننا محكمون بالوحدة اذا تحت تصقف هذا الكلام نحنا بالنهاية ملنا اقصائيين وملنا الغائيين بس انا هون بدي يقول انا حتى التغريدة على اذا بدك وضوحة وقوطة والوقعة اللي حصدته على كل مواقع الاعلام والتحليلات السياسية هي ملنا هجوم هي قراءة تاريخية هيدا الفرق بين الهجوم الذي يبدأ بشكل التجني واللي اتعرضنا لا قاله نحنا كمردة منذ اللحظة الاولى لترشيح سعد الحريري لسليمان فرنجي الذي لم يتلقف هذا الترشيح الا بعد التنصيق الكامل من الالاف الى الياء مع الحلفاء وبالتالي بصدر رحب اتلقينا كل اذا بدك التهجمات التي لامست الطعنات ولكن التغريدة التي قام بها سليمان فرنجي على موقعه وعلى تويتر هي قراءة للتاريخ ولكن ليش هلأ اعلن عن هذه القراءة طبعا قراءته هذه القراءة كانت موجودة عنده بذهنه سابقا ورغم ذلك سارة على مدى سنوات طويلة بتحالف مع العمادعون ضمن تكتر التغيير والاصلاح حتى ان العمادعون هو مرشح الاول لريئيسة الجمهورية ليش اليوم يقطع شعرة معاوية ويفصح عمّة نيادوسة في عطل بشأن العمادعون اذا حكينا بصراحة وبيوضوح بالسياسة اذا كان يعني ذلك قطع شعر معاوية شعرة معاوية فبالتالي نحن لكان منا مؤهلين للعمل السياسي بالوقت اللي اذا بدك في الاف من الشهداء وإلى ما هنالك وخلصت بخبرية النيات فاذا لا هذا مش المطلوب المطلوب ليش هلأ بهذا التوقيت انا برجع بقليك لأنه احنا تعرضنا له ما لم يتعرض له احد اخر يمكن هيدا كمان منه سبب كيف بالسياسة بس بزيت الوقت لما انت بتكوني عم تحكي بترشيح يجمع عليه معظم المكونات اللبنانية يرفض من طرف فيما ترشيح اخر لحتى اليوم مرفوض من معظم المكونات اللبنانية الاخرى فبالتالي بدك تعرفي انه انت لما بدك تروح على اجماع وطني بمحل معين يجب ان تحترم هذا الاجماع وتحت سقفه يجب ان تكوني واضحة في قراءة المعطأ التاريخي الذي يمكن اسقاطه على الحاضر او على المستقبل ولكن حتى يعني مع هذه الاجابة يستمر السؤال لماذا اليوم لانه الطعانات اللي عم تتحدثي عنها كانت موجودة سابقا نعرف انه كان في هذا النفور او التباعد بين التيار الوطني الحروة وتيار المرض يمكن اكتر من هيك حتى ولكن ما وصلت لمرحلة انه هذا ليش هلأ يعني بمعنى هلأ انه من بعد ما بدأ الرئيس الحريري مشاوراته من بعد لقاء بنشحي من بعد ما بتم التسويق انه ممكن يذهب نحو خيال عون لشكل جديد سبب اول ما تعرضنا له سبب تاني حينما نتحدث عن الاجماع يجب ان نحدد ما هو الاجماع وبالنهاية القراءة التاريخية ضرورية في كل زمان وكل آن بس هو هوم رشحكم الاول العماد عون وبعضه بزيلة فرنجية يعني ما بيتردد على طول يكرر انه نحن اولا معون اذا كانت حظوظه موجودة بتتذكري حتى لما صار فيه يعني نوع من الكلام في هذا الموضوع سليمان فرنجية على عاداته وزهده الدائم كان اول المبادرين للاتصال بالرئيس سعد الحريري من تقريبا كم شهر للقول له اذا كنت محرج بموضوع العماد عون فانا اخررك من هذا الاحراج ولكن هذا الرقي بالتعاطي كان يجب بمكان ما ان يقابل بالحد الادنى من الرقي ايضا هل تقصدين يعني انه طريقة مقاربة الموضوع من قبل الرئيس الحريري لم ترق او ربما ازعجت ازعجت انا ايبا فرنجية لانه هون عم نسمع انه اذا ما بدون ينا ما بدون يتخلوا عن الترشيح يعني يقولوا لنا يصرحونا بكل صراحة البعض قال اذا قرأت هذا الكلام عن لسان مصادر فنحن دايما منكرر في المرضى ليس هناك من مصادر من المقصود بالرقي انا رقي عم بقولك الطعانات اللي توجهت لنا يعني بالنهاية انت لما تمشي بمرشح على مدى سنة ونص وسنتين وبتمسك فيه وبتواجهي الكل اللي عم بيتهمك انه انت سبب بالشغور الرئاسي فبالطيل اليوم انت منك عم بتوصل لشخص انت عم بتوصل لمشروع في حال كسب هذا المشروع تحت ظل اي من الشخصين كان يجب ان نحترم العمل السياسي والمشروع السياسي ومن قزم هذا المشروع على قياس الشخص وهذا ملفت ايضا اليه سيد حسن نصر الله باخر تصريح لقاله انه الحمد الله في عنا مرشحين من 8 ادار اذا حتى في حديثه السيد نصر الله يبقي دائما على المرشحين نعم على كل حال تيار الوطني الحر مرد بشكل رسمي يعني على تغريدة الوزير الفرنجي شو بديرد ولكن شو بديرد هذه واقعة تاريخية واقعة تاريخية لكن في تصريح للاقيادة بتيار الوطني الحر من حقه يمكن يدافع عن ظرف معين بس ما بيقدر يلغي هيدا الظرف الواقعة التاريخية ما فيك تمحية بس هون مضمون التغريدة الواقعة تاريخية يعني كهو عم تقول تبقى حمالة فإذا هي مفتوحة على كل التفسير نعم بيقولكم بسامل هاشم القيادة في التيار الوطني الحر إذا ابتليتم بالمعاصي فاستطروا وذكر كمان كيف عامل العونيون والعمادعون النائب فرنجي في المرحلة الماضية في حين كان مرفوضا من معظم الأفريقاء خاصة في الرأي العام المسيحي فاحتضنه وخسر بعض مؤيديه في صغرته بسبب هذا الاحتضان أول شي لك هون الرد يعني يمكن ما بعرف كيف بده يجي بس أنا بدي أقولك التيار المرضى ما بعمره منن وأكتر حدا بيعرف الجنرال ميشيل عون لأنه هو بيعرف وبيقوله بمجالسه الخاصة وأنا سمعت منه شخصيا قديش تيار المرضى معطاء وقديش أدم وقديش فتح البيب وقديش فتح القلب وسنفتح البيب وسنفتح القلب لأن هذه هي طبيعتنا وهذا هو نهجنا وهذه هي واقعيتنا والمنية مش من شي منا فينا نقول هلأ صرته خصوم رغم هذا الكلام الإجابة أبدا 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 الخصومي بالسياسي لما بتختلف بستراتيجيا تصوري بعز الحوار طولة الحوار الأخيرة شو قال سليمان فرنجي هذه الأعلام بدل ما يضوي عليها لأنه لب الموضوع قطعت لما نقال نحن بالمضمون مش مختلفين نحن مختلفين على الأسلوب نحن مختلفين على الأسلوب إذن لسنا خصوما نعم هون يعني أيضا يعني نسمع أنه بالاجتماع اجتماع بنشعي كان موقف الرئيس الحريري نوع من مطالبة للنائب فرنجي بأن يقدم مبادرات معينة أنه قدم الحريري مبادرات كثيرة عندما رشح الوزير الفرنجي تحمل الكثير دفع الكثير بينما الوزير الفرنجي لم يبادر بمعنى أنه خطوات فعلية لكي يساعد الرئيس الحريري على أن تنجح هذه التسوية ويصل الفرنجي إلى رئيسة الجمهورية هل كان من مطالبة معينة بمبادرات؟ ما كان في مطالبة بالمعنى الشخصي كان في نوع من جوجلة الأمور والبحثية ككل الأفريقاء لازم كل الأفريقاء مثل ما بيقولوا يقوموا بمحل معين بإحداث خرق ما بهذا الموضوع وأنا بعتقد الرئيس الحريري لما عم بيحكي بهذا الموضوع هو تحديث سلسلة الحوارات اللي عم بيعملها والبيان أو الخبر البيان اللي صدر بعد اجتماع ابن الشعي بلخص هذا الموضوع أنه اتفقنا على توسيع مروحة الاتصالات والمشاورات للوصول إلى انتخاب رئيس ما حدا بيطالب حدا الكل بيطالب من قبل الكل بس بالمعنى الشخصي ما حدا بيطالب حدا بيطالب يعني بالمعنى الإيجابي يعني هم بمعنى المساعدة لأنه عم يقول أنه ضحى الرئيس الحريري البعض بيشوف أنه ضحى بشعبيته ربما في المجتمع السني البعض بيشوف دفع الثمن في الانتخابات البلدية حتى باللقاء مبارح مع الرئيس برري خسر جزءا من شعبيته رئيس برري رئيس سعد الحريري نقل كل إيجابية ومرونة بيتسم فيها سليمان فرنجي أنه هيدا هم سليمان فرنجية مش غريبة عليه نعم بس الفكرة أنه اللوم على الوزير الفرنجي حتى يعني ربما مش من الرئيس الحريري ولكن الجو يعني منسمعه أنه ما قام بمبادرات جدية مع خلافاء يلا هنه يدعمينه لحتى يتبلور هذا الدعم بشكل رسمي بشكل فعلا يقدر يوصل لمكان يعني ما بيكفي اليوم أنه الإحاء بأنه فيه أطراف معينين يدعمون فرنجية للرئاس المطلوب أن يبادروا عمليا ورسميا بدءا من حزب الله مرورا بالرئيس برري وبالنائب جونبلاط وببعض الأطراف أيضا المسيحيين المستقلين إذا نرجع بالذاكرة سريعا لورا قبل الترشيح برجع بإلي كانت تنصيق مع الحلفاء بشكل تام بعد الترشيح بحركة واضحة وقيادات المرضة أيضا قامت باتصالات بمروحة اتصالات وزيارات لكل المكونات ولكن بمحل معين اللي حكينا تحت الهواء في ظرف إقليمي ودولي بيظهر بمحل معين جمد موضوع الرئاسة مش فقط موضوع المبادرة جمد موضوع الرئاسة بلبنان وسلامين فرنجي معروف عنه واقعيته فبالتالي أنه شايف فيه مساحة معينة لبعض الحراكة تحرك فيها ومن ثم راحت الأمور إلى ما قالت إليه اليوم ما كان فيه مجال يعني للأطراف يعني لكل بيتداولون هنا مع الوزير الفرنجية بموضوع رئاسة الجمهورية أنه يطلعوا يحكوا صراحة ورسميا يعلنوا هذا الترشيح بدءا من الرئيس بري يعني رغم الشخص معروف أنه هو بيفضل الفرنجية على عم ولكن على طول يعني هذا بالإحاقات عبر الزوار عبر الأوساط عبر يعني تعرف يا عم تقرأ وقت الترشيح المكونات الأساسية اللي كانت دعم إسليمان فرنجي قالت بوضوح دعم إسليمان فرنجي على صعيد موضوع حزب الله بعتقد أكتر من واضح وهذا الشي من شيامه لسيد حسن نصر الله كان كتير واضح بهذا المجال رئيس نبيه بري دايما عفوا لهم أكتر شي يمكن موقف حزب الله اليوم بعض بيشوفه غير واضح بهذا الموضوع وغير مفهوم حزب الله واضح يعني لما كانت الأصوات مثل مبتوله أنه ورشحه بالمعنى الأخلاقي والمبدأي والوفائي والسياسي من غير أن يعني إذا بدك ينتفي ترشيح سليمان فرنجي ما هي دالت بالمشكلة يعني لأنه فيه فيه مرشحين لما اليوم وين الغلط وين الغلط أنا بدي أقول لك اليوم إذا أنت بدك مشروعك السياسي يربح واليوم على الساحة اللبنانية عندك مرشحان من هذا المشروع إلى حد ما ما هي فإذا أنت الكسبانة أو وصل بالنسبة يمكن بقراءتهم هذا المرشح أو ذاك وبالنهي أنا برجع هنا بقول اللي قاله السيد نصر الله أنه حتى لو لا نسحب سليمان فرنجية مش لو طلبنا منه لأنه كمان لا يطلب من سليمان فرنجية لو لا نسحب في سليمان فرنجية يا هل ترى هل سيصل مش هلعون إلى سدة الرئاسة يعني مش هيك بتنقاص الأمور فيه أرقام فيه بدك تبحث بالأرقام لا توصلي إذا كان حزب الله يدرك أن عون لن يصل إلى الرئاسة لماذا لا يتخلى عنه ويذهب لدعم لأنه معروف عن حزب الله تمسكه بالمعنى المبدئي ولكن هون يعني في مصلحة وطنية في مصلحة لبنان في فراغ سنتين ونص يعني هيدا الالتزام الأخلاقي كثيرا ما عم يفهموه يعني وعم يفهموه بإطار تعطيلة حتى هلأ اليوم يعني أكتر من أنه الرئيس الحريري أصبح حسب ما يقال مستعدا أو على كما يقال قبقى وصين أو أدنى من تسمية العمادعون ظهرت نار يعني مشكلة مع الرئيس بر فهون يعني رح أحكي أكتر بعد شوي عن المشكلة مع الرئيس بر اللي عم ينحكي أنه هو اليوم العقبة الأساسية أمام وصول المدعون ليش بل يكون العقبة الأساسية أنه أنت اليوم لما بتروح هذا الموقف هو غير مفهوم بالنسبة لكاترين أنا بدي أرجع لك كاترين ما في حدا عقبة أساسية إذا كان فيه نوع من شبه الإجماع الوطني هذه العقبة من الحالة مما كانت تكون توقف مزبوط أو لا يعني إذا بنرجع لما صار موضوع التمديد أليس هناك كان من معارضة قوية للتمديد ولكن كان شبه إجماع وطني حول التمديد مرأ التمديد لكن ما أحلى اليوم تمديد العماد جان أهوجي لأنه في حديث عن الرئيسة كنا مستعرضين عضلات مرأ بأبسط ما يكون وقت اللي الاستشارات النيابية أفضت إلى تسمية رئيس الحكومة الحالي الله يعينه يعني الرئيس تمام اسلام نحن بوقتها كمردة كنا معارضين ولكن لأنه شبه إجماع وطني قطعت التسمية وتشكلت الحكومة إذن لما بتحكي بإجماع وطني مين ما كانت هذه العقبة أكانت حزباً أم تياراً أم شخصيةً أم شخصاً من الحالة بتزول إذن ما حدا يحمل بس هون كيف بدها تزول إذا اليوم عشنا أشهر وسنوات إنه المشكلة عند تيار المستقبل وإذن بتيار المستقبل يسير بالعماد عون فتظهر مشكلة الرئيس بري ورئيس بري عم ينحكي أنه لا رئيس بدون سلة وإذا وصلت الأمور أنه تنعقد الجلسة يمكن أن يقاطعها هذا احتمال وارد وإذا قاطعها بده يتضامن معه حزب الله وما بينزل على الجلسة الحزب هاي دي الأجواء اللي عم نسمع فطفهم بإطار الاستمرار أنا برجع بقلك لما بدك تعملي إحراج إيجابي لإخراج إيجابي أكتر بدك تآمن أنه أنت مؤمنة بشي اسمه أكترية نيابية تشرعية بتوصل رئيس الجمهورية هون أنا بدي أفتح أهلالي لأرجع ضوة على قدرتنا على احترام ما تقرر تحت مظلة بكركي وفي رعاية سيد بكركي لما اجتمعوا الأقطاب المسيحية الأربعة واتفقوا بالمعنى الراقي أنه أي منهم قادر على تأمين الأكثرية النيابية الثلاثة الآخرين رح يعترفونه بالرغم من الخصومة السياسية أو المشروع السياسي المغاير أو الخلاف أو الاختلاف إذن إجا ترشيح سليمان فرنجي بمبادرة الطرف الآخر وليس من سليمان فرنجي واستطاع هذا الترشيح أن يكون أو أن يؤمن الأكثرية النيابية بأسألي للآخرين لماذا عطلوا اتفاق بكركي ولماذا لم يحترموا هذا الاتفاق الذي تمنا في بكركي واللي كان شركائنا بالوطن أكانوا من هذا الفريق أو ذاك عم بيقولوا بالأعلام يا أختي إن كان صح أو لا على الأقل لنسلم جدلا باحترام ما أقلوه وأعلنوه لكن هون ما ينقدر أن نتنصل من مسؤولية الوزير الفرنجي طالما كانت الأكثرية معه عم تقولي بالنقاط والأصوات ليش ما نزل على مجلس النواب هون كمان هو يلام البعض يعني بالنسبة للبعض إنه ما نزل على المجلس وبقي منتضامنا مع حزب الله وهذا ما ساهمة في الاستمرار في تعطيل مسألة رئاسة الجمهورية سليمان فرنجي رجل وفاقي فبالتالي مش من السهل يصير النازل بوقتها أشبه بالتحدي عطى مجال من الوقت لمزيد من الاتصالات بس أنا بدي أرجع السؤال يطرح على الآخرين لماذا لم تحرجوا الشركاء في الوطن أن كان من هذا الفريق أو ذاك الذين صرحوا مرارا وتكرارا ما يتفق عليه المسيحيون نحن نسير به إذن كان هذا الاتفاق في نظر البعض أيضا خدعة لبكركي قبل أن يكون خدعة للآخرين وهذا نحن لا نقبل به ولا نقتنع به على سيرة النازلة مبارح نزل وزيران من كتلة سليمان فرنجي أو نائبان الأسر طبعا أن تأتي متأخرا خير أن لا تأتي أبدا الخطوة ولكن هي متأخرة البعض شايفة وحتى غير مكتملة البعض شايف منها الهدف منها إصال رسالة معينة أيضا بإطار يعني اللي يمكن التغريدة والنزل للمجلس النواء وضعوا بالإطار نفسه إذا كانت المرونة تهمة فنحن نقبلها إذا كانت زوجة تهمة لا ليش ما كانت المرونة قبل هذا السؤال يعني ليش المرونة لا لا ما أنت من شويكت عم تسأليني أنه شو اللي حكي شو اللي صار بين الرئيس الحريري وبين سليمان فرنجي إلى ضرورة المرونة وإلى ما هنالك كم يبقى تقد أنه بالسياسة في خطوات ستاب باي ستاب يعني بدك أنه أنت لحتى ترجمي هذه المرونة بتنزلي على جلسة بتعرفي أنه يمكن ما رح تفضي إلى أمر ما بالمعنى الحاسب وأيضا بالتنصيق مع الحلفة وهذا التصريح نسأتوها مع حزب الله هذه الخطوة مع كل الحلفة نحن هيا طبيعتنا هيا طبيعتنا وهي دي واقعيتنا بس بدي أقلك كمان كانت النازلة ضرورية وتصريح النائب إصطفان الدويهي للتشديد أيضا على الاستمرار في الترشيح على الاستمرار في الترشيح ومن وين من احترامنا للمؤسسات الدستورية من داخل المجلس النيابي احتراما مننا للمجلس النيابي بس هون بدي عقب على الشي حتى ما نقطع عليه لما نسألتنا نعم لما نروح على الصحف نجو عنك بالتخصيح نبيه بري تحديدا بعتك سير حديث عن الرئيس لأنه ما فيه موقف واضح نعم أنا دايما بدي إليك من مسألة دعم بدي إليك شغلي رئيس حركة أمل نبيه بري رئيس مجلس النواب هذا الموقع الذي يحترمه طبعا يفرض عليه بالمعنى الإيجابي أنه يختار أقل الطرق يعني مواجهة نعم نحن نحكي أكتر بالتفصيل بما يحكي عن جبهة اليوم تجمع المزير الفرنجية مع الرئيس بري ونائب جنبلاط وبعض الأطراف المسيحيين لمواجهة إمكانية الصلع مدعون إلى رئاسة الجمهورية وغيرها من المواضيع موقف الصعودي أيضا والوضع الخارجي الذي سيؤثر بطبيعة الحال بالاستحقاق الرئيس الإبناني ولكن بعد ما ننتقل زميل شادي من الجديد وأبرز ما ورد في الصحف اليوم شكرا كاترين بداية هذه الجولة على الصحف ستكون من صحيفة السفير ومع عنونا اليوم نبيه بري معبر الزمي لفخامة الجنرال تلقى الجنرال خلال عقد من الزمن مئات النصائح من حزب الله بوجه بفتح صفحة جديدة مع نبيه بري تطوع كثيرون من محيط الرابية للاعب أدوار على هذه الجبهة سرعان ما احترق معظمهم وما تبدلت الكيمياء المفقودة بين الرجلين فكانا أن تعظمت حالة انعدام الثقة إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه في يومنا هذا حتى في الطيار الوطني الحر لا طالما تجرأ البعض ومنهم العميد شامل روكوز على الهمس في أذن الجنرال بأنك ستحتاج نبيه بري يوما ما وعليك أن تبادر في اتجاهه في معظم المرات كان العماد عون متجاوبا ولكن ثم تاما كان ينصب الفخة تلو الآخر إلى أن جاء زمن الاستحقاق هل يتقدم شيء عند ميشيل عون على استحقاق رئاسة الجمهورية الجواب لا طبعا برغم أن الرجل أثبت أنه ليس من صدف المتأمرين وهو منذ اللقاء الأول بسعد الحريري في أوروبا في مطلع العام 2014 كان واضحا في إجاباته ما أضمنه لك أن أقنع قيادة حزب الله أن تكون رئيسا للحكومة أما القضايا الأخرى من سلاح ومشاركة في سوريا وغيرهما فأنت تجلس معهم على طاولة الحوار ولكما أن تتفق سوية على كل ما تعتقدان أنه لمصلحة البلد ها هو سعد الحريري يتجرع السم فيلجأ إلى الخيار السياسي الرئاسي الذي يمكن أن يهدد حياته سياسيا وهو حزب الله أيضا يتجرع السم إذا كان المعبر الإلزامي لوصول عون إلى بعبدة يتمثل في إعطاء ضمانة مسبقة للحريري في رئاسة الجمهورية فليكن ذلك الكل يتحدث مع الكل إلا ميشيل عون يرفض فتح الأبواب مع نبيه بري هل هناك عاقل في السياسة في لبنان يعتقد أنه يمكن أن يصل أي مرشح إلى القصر الجمهوري من دون معبر نبيه بري الإلزامي ومن صحيفة السفير أنتقل إلى صحيفة الجمهورية الطيار يستنفر بـ 24 ساعة قالت مصادر مطلعة أن الرئيس سعد الحريري سيزور لاحقا العماد ميشيل عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ثم يجول على رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية وفي مقدمهم البطريارك الماروني ماربشار بطرس الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان وفي المعلومات أيضا أن الحريري أبلغ إلى بر أن خطوته بالإقدام على ترشيح عون هي ضمن خياراته للخروج بحل لأزمة رئاسة الجمهورية ولا تزال خيارا قائما لكنه لم يتخذ أي قرار حاسي من بعد وعلمت الجمهورية أن الطيار الوطني الحر سيحيي ذكرة 13 تشرين الأحد في 16 تشرين على طريق قصر بعبده وقالت مصادره للجمهورية لا جديد عندنا ولا نفاوض أحدا بل ننتظر جوابا فالمأزق ليس عندنا بل نحن نطالب بحقنا وعليهم هم أن يتصرفوا إذا جاء الجواب إيجابيا منمشي أما إذا جاء سلبا فعلى أحد أن يتحمل المسئولية وأكدت المصادر أن الطيار على أهبة الاستعداد على مستوى التحرك السلمي لمواجهة أي طارئ وقالت نحن مثل الشعب السويسري عندما يناديه الواجب يستنفر في 24 ساعة أتابع هذه الجولة على الصحف وأصل إلى صحيفة الأخبار وما كتبه إبراهيم الأمين ونوه إبراهيم الأمين في بداية هذا المقال وهو من صفحتين وقد اخترته اخترت منه بعض المقتطفات بأن هذا المقال أو هذا الرأي هو من وجهة نظره الخاصة ولا يمثل لا حزب الله ولا إيران ولا أي جهة أخرى كتب إذن إلى الأستاذ نبيه لنحصم أولا أمرا فنخرجه من النقاش أنت تفضل جاعباد رئيسا للجمهورية فهو الأقرب إلى عقلقة والرجل له تاريخه وحضره السياسي بما يؤهله لهذا المنصب لكن جاعباد قال لصديقه ميشيل عون مرات ومرات إنه لن يعلن ترشيحا رسميا ما دام الجنرال يأخذ الصباق على الطاولة اسم ميشيل عون كمرشح والأقوى وهو أحد خمسة لاعبين كبار يحملون بطاقة الفيتو وفوق ذلك لديه حليف استثنائي في قوته ونفوذه هو حزب الله الذي يمثل اليوم القوى الشعبية والحزبية الأبرز في المنطقة وليس في بلاد الشام فقط أنت يا أستاذ نبيه لا تريد عون رئيسا لديك أسبابك وليس لأحد الزامك بتغيير اقتناعاتك أنت تقول أن البلاد تريد رئيسا تقبل به الغالبية لا رئيسا تفرضه غالبية على أقلية تعرف يا أستاذ نبيه أن جميع من على أرض هذه البلاد يعرف أن محاولة القفز فوق ما تمثله أو تجاوزك في أمور الدولة والقرارات الكبرى والتعيينات وتوزيعات مغانم الدولة سيدفع الثمن غاليا وستقلب الطاولات على رؤوس الجميع ولم تكن تتحمل محاولة من رفيق الحريري أو إميل لحود لتعديل هذه القاعدة فكيف لك أن تتصور صبر العماد عون على سلطة لم تجاره في شيء وتمنع عليه حقه في الوصول إلى الرئاسة وتمنع عليه المشاركة في اختيار قائد للجيش أو حاكم لمصر في لبنان أو مسؤول في هذه المؤسسة أو تلك فماذا أنت فاعل طيب أنت تريد عدم وصول عون إلى بعبدة فكيف تعتقد أنه يمكن مساعدة سعد الحريري لحفظ مكانته هل تقبل بالسخافة التي تقول أن سير الحريري بعون مرشحا سيقضي على شعبيته هل دورك هنا مراعاة حالة التوتر السائدة لدى جمهور جراء أخطاء الحريري نفسه أم أن واجبك كما الآخرون حماية من تصفونهم أنتم أهل الساسة بممثل الاعتدال السني وإلى صحيفة اللواء وطبعا ضمن الإطار نفسه المأزق عون يكاد يفقد الفرصة والشارع ورقة محروقة هل قضي الأمر وفقد النائب مشال عون فرصة لاحت لأيام من أن الانتقال من الرابي إلى بعبدة بات مسألة وقت مبررات هذا التساؤل تكمن في المعطيات التالية أولا ما نقل عن الرئيس نبيه بره وعن عدد من نواب كتلة التحرير والتنمية أن عين التيني ترفع لا كبيرا في وجه وصول عون إلى الرئاسة الأولى ولا حاجة بالتالي للكلام على السلة أو استئناف الحوار أو التمديد للمجلس وشرعيته وقانونيته ثانيا استعانت النائب جومبلاط بأغنية الزمن الجميل الفيروزية للهروب من عبئي إعلان موقف صريح وواضح من ترشيح عون فإذا به يغرد قبل أن يسافر إلى الخارج مستعينا بفيلم فيروز سفر برلك وجاء في حرفية التغريدة صار بدى سفر على أول فيروز في سفر برلك ثالثا تضي أوساط حزب الله تفاؤلا حذرا من المشاورات الجارية رغم أن الأجواء لا تزال ضبابية وأن انتخاب النائب عون ما زال دونه عقبات وأنه ثمت انتظارا للموقفين الإقليمي والدولي رابعا في بيت الوسط وعلى صعيد كتلة المستقبل بعد اجتماعها الأخير ما زالت ترقب سيد الموقف ولا تنفك المصادر النيابية المقربة من الرئيس الحريري من التأكيد أن حركة رئيس طيار المستقبل أحدثت صدمة إيجابية في الوسطين السياسي والاقتصادي خامسا في بنشعي تمضي ماكنة المرداء في تظهير موقف طيارها من اللقاء مع الرئيس الحريري والخيارات المستجدة في ضوء طرح تبني عون للرئاسة سادسا تضرب أوساط الرابع الأسبوع المقبل محطة لتبيان الخط الأبيض من الخط الأسود إما أن ينتخب عون أو التهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور مع غمز من قناة حزب الله الذي لم يحرك ساكنا بعد لنزع فتيل ممانعة بر لانتخاب عون وإلى صحيفة ألا حياة وما كتبته اليوم آن الأوان لمن يدعم فرنجية أن يخرج من الغرف المغلقة إلى العلن زعيم طيار المرض عفوا النائب سليمان فرنجية خرق المقاطعة بشكل رمزي عندما أوفد عضو كتلته النائب أصطفان دويه إلى البرلمان ليقول أن رئيس كتلته لا يزال مرشحا للرئاسة وتسأل المصادر لماذا يغيب فرنجية وبعض من يدعمه عن جلسة انتخاب الرئيس ويستطني وزيره من حضور الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء مراعاة لمقاطعة حزب الله إياها تضامنا مع حليفه تكتل التغيير والإصلاح وتقول المصادر بصرف النظر عما إذا غيابه عنها لمرة واحدة فإنه ترك علامة استفهام لدى الآخرين حول الأسباب الكامنة وراء تضامنه مع الذين لا يدعمونه في معركته في مواجهة العماد عون كما تسأل عن طباط أفرنجي في تحركه لأن لمصلحة له أو للذين يدعمون الغياب عن ساحة المنافسة وإخلائها لمصلحة منافسه العماد عون إضافة إلى أنه أن الأوان لمن يدعمه للخروج من توجيه إشارات التأييد له في الغرف المغلقة إلى العلن وفي ختام هذه الجولة أصل إلى صحيفة النهار وما كتب ضمن أسرار الآلهة بدت الحملة على رفض إعطاء القوات حقائب أساسية كأنها تهدف إلى الإقاع بين الطيار والقوات تسري شائعة عن وجود اتفاق مكتوب يشبه ورقة التفاهم بين جبران باسيل ونادر الحريري لوحظ أن محطة تليفزيونية تكيل المديح للرئيس الحريري كما لم تفعل من قبل سأل رئيس حكومة ممازحا هل باتت المنتجات الزراعية طائفية أيضا التفاح مارونيا والحمضيات سنية والتبغ شعيا وأخيرا اقترح وزير سابق ترشيدا للإنفاق خفض رواتب الوزراء والنواب كما فعلت السعودية ختام هذه جولة على الصحف فاصل إعلاني وبعده نعود إلى متابعة برنامج الحدث نتابع مشاهدين هذه الحلقة من برنامج الحدث مع ضيفتي فيرا يمين عضو المكتب السياسي في تيار المردة سيد فيرا تابع ما نطلع على ناء المباشر يمكن ما هيك فيه كلمة مرتقبة لرئيس تمام سلام بحفل إطلاق اليوم الوطني لحماية اللي طاني حقيقة هذا أمر يمكن أمر بيتجاوز بأهميته كتير أمور تاني أنا عملته يمكن بالأزمات السياسية ما عم نحكي بالبيئة والتلوص والاقتصاد والماء وأزمة الماء وأزمة النفو يعني أزمات كتير عم يكون ملقات جانبا للأسف وهي على أهمية كبيرة خصوص عن المواطنين يمكن بيهتموا أكتر صاروا هلأ بهذه المرحلة بهذه المشاكل إذا بدك لفت لقيله سليمان فرنجي بآخر حوار تليفزيوني لقيله أنه قال الأمور استراتيجية يمكن منتناقش فيها بس فيه أمور داخلية بتهم المواطن وعلى أساسه أطلق عليه يعني الشعار الرئيس المواطن أنه معلها خلينا نفوت على وجع الناس في كتير أمور قدرين نحلها بمعزل عن الخلافات السياسية إذا الرئاسي بدأ توافق إقليمي دولي هذه الأمور بدأ توافق داخلي وتسهيل بالداخل على كل حال قبل ما نكون بهذا النقل المباشر لكلمة رئيس تمام سلام موقف الرئيس بري اللي نحكي عنه أكتر خصوصا وأنه اليوم كل الأنظار تتجه إلى الرئيس بري وتنظر إليه على أنه العقبة الأساسية المستجدة أمام وصول العماد عون إلى رئاسة الجمهورية هل برأيك يمكن أن يكون الرئيس بري يذهب إلى هذا الحد في مواجهة وصول عون إلى إلى بعبدة بدون التنسيق مع حزب الله أول شيء ليش عم بتحمل الرئيس بري كرئيس لمجلس النواب حافظ آخر المؤسسات عن الدستورية اللي هو مجلس النواب ليش بده يتحمل هذه التبعة وهذا العبق كله أنه بالنهاية اليوم لما بيكون الرئيس بري عم بيقوم بحوار واتصالات مع كل الأطراف حتى بيعز إذا بدك الخلاف السياسي ما حدا قطع خيط الاتصال بالرئيس نبيه بري وعلى أساسه كان دايما ينقال أنه هو يصمام الأمان بلبنان ليش هلأ بس لما وصلت لموضوع الرئاسة وعم بيحاول هو أنه يدور الزواية طب ليش بدنا نقبل بورقة منصوص عليها يحكى أنه اتفاق ثنائي على أنه أنجاز ولما بيحكي الرئيس نبيه بري بيسلي قابل للنقاش بدنا نعتبرها أنه عائق أو عقبة بمحلة معين بأنه هي لشون عملت طويلات الحوار ليش فيه المؤسسات الدستورية على أي أساس الواحد بيحكي مع الثاني مش للنقاش مش كل ما حكيت كلمة بدك تطلعي لي أنت من مطرح تاني تعمل لأنه الكلمة اللي قلتها هي عقبة بالوقت اللي أنت محلل لألك كل الأمور على أنه تذليل للعقبة نعم عم تتصور الأمور أنه عقبة لأنه السلي اللي عم بيربط فيها مسألة رئيس أنه لا رئيس بدون سلي هي سلي متشعب كتير وفيها كتير تفاصيل بشكل أنه حتى حتى إذا قبل فيها العماد عون أو أي رئيس آخر رح تكون بمثابة إذلال لأله ونزع لكل صلاحياته لوجوده وكرامته يعني فيه موقعه أول شي صلاحيات الرئيس تستعاد بهيبة الرئيس من بعد ما خفت الصلاحيات كلنا بنعرف بعد اتفاق الطائف ما هيك أضف إلى ذلك أنه أنا لما بحكي بسلي متكاملة على الأعلام فإذن هذا الأمر قابل للنقاش على الأقل نقشيني قبل ما تتهميني اللي بنرجع بالذاكرى لو وراء لما نحكى عن اتفاق غير منصوص بين سعد الحريري وسليمان فرنجي قامت الدنيا وبقعدت ما هيك وهلأ عم بنحكى على ورقة ما بعرف قديش مدى صحتها أو لا أنه نصت أيضا بين الطرفين وحللت سلي عم بنحكى فيها متكاملة طب أنت لما بتهجمي ورقة بين طرفين وأساسا ما كانت موجودة ليه هجمتيا على أساس أنه مفروض يكون فيه اتفاق واضح لما نحكى بوقتا نحكى أنه ما كان فيه هذا التوافق مع الحزب نذهب لهذا الحد من التوافقات مع الرئيس الحريري هذا اللي نحكى بوقتا بغض نظر عن التوافق شو نحكى نحكى لأ بدنا كل الأشياء واضحة قبل ما يتم الوفاء وقبل ما يتم التوافق والاتفاق مش بصير لأ ما معقول بدنا شو كل الأشياء الواضحة يعني كلمة سلي ما أنا إيجال الأشياء الواضحة ما نحنا عنا لغة الحمد لله بس واني سببيرا كمانا في شغلة ما عد يكون اتفاق ثنائي يعني اليوم الاجتماعية حزب الله رعيها بشكل أو بآخر لا أنا عم بحكي عم بحكي عن هلأ عم برجعك بالذكرى لوارد نعم ولكن هلأ لما نحكي عن ضرورة أنه تكون كل الأمور واضحة وصريحة ويكون فيه اتفاق كامل وشامل مش أنه أنتو تتفردوا بالاتفاقات مظبوطة لا واليوم القوات بمحل معين شعرانين أنه في لعبة معينة يمكن علي هون ولها السبب هني مصابون بشي من الصمت المريب والسكوت حول موضوع توزيع الحق أبو إلما هنالك ما هي إذن الرئيس بري عم يجي يقلك في سلة كاملة متكاملة في مجلس وزراء أنت مشاركي فيه في طاولة حوار أنت مشاركي فيها في مجلس نواب أنت يقلك لجين ودور وزن فيه إذن ليتم النقاش حول السلة المتكاملة يمكن ترفضي جزءا منها يمكن ترفضيها بالكامل يمكن اتفق أنا وإياك عليها بس مش لأنه الرئيس بري بمحل معين طرح السلة لو يطرحها أي أحد آخر كان الكلام إله ومنحة آخر نعم بس هون اللافت شبني موضوع الاتهام بلبنان أنا مكتبت شي على تويتر من يومين أنه كلما اتسعت رقعة الانفعال باقت مساحة الوعي نحن شعب مصاب بالانفعال يلزمنا تفقيف فعلي ليكون عندنا منسوب أكبر من الوعي لحتى نقدر نتناقش بمنقبية وبرقية وما نروح إلى التراشق الاتهامة كلما فيه شي شغلي ما عجبتنا على أيسنا الشخصية نعم بس هنا برأيك الرئيس بري ما كان بجو يعني شو عم بيسير بين تيار المستقبل وتيار الوطني الحر من اتفاقات لأنه طبعا حزب الله هو في الجو وهو صاحب المبادرة أصلا يعني بالموافقة على رئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة في مقابل عماد عون رئيسا للجمهورية وكانت حتى الحبارات الصناية اللي كانت عم بصير زكرتيني بالحفل اللي انقامت ضدنا وقتا كاميرا ده أنه انتوا عم بتهيئوا رجوع الرئيس سعد الحريري إلى صدة الرئاسة بالنهاية ما حدا بيهيئ الحدا في ناس عندها حضور وازن ونحنا كلنا دايما منقول لما انتصرنا بعدوان تموز سنة الالفين وستة السيد نصر الله ما قزم الانتصار على إياس فريق واحد من اللبنانيين قدمه لكل اللبنانيين لأننا محكمون ببعضنا فإذا ما حدا يزيد على التاني بهيدا المجال واليوم اللي بدك بتتهميني وتاني يوم بدك انت ترطقي بشكل آخر وتصيري رحبي بس هوني بوقت قيل والحزب الله أيضا كان من الأفريقاء يلي شعروا بالنقزة من اجتمع فريز يعني لو شعروا بالنقزة هذا ما سمعنا لو شعروا بالنقزة ما بيطلع سيد الكلام السيد نصر الله بيقول بشكل واضح وصريح حينما سمى سليمان فرنجية نور عيونه ما بيقول بشكل واضح وصريح نعم إن سليمان فرنجية نسق معنا في كل ما قام به من اتصالات ولقاءات وطبعا كان الرئيس سعد الحريري على بيّن إنه سليمان فرنجية بما فيها التفاصيل التي نوقشت فيه بما فيها التفاصيل التي نوقشت فيه في تفاصيل قال إنه نوقشت وإنه ما نوقشت يا كاترين وقالناها أكتر من مرة نعم هم مننا وزر لحتى إذا بدك يقدر وينفضوا منه لرسم مشهد معين نعم بالعودة إلى السلي والرئيس بري هل الرئيس بري ألم يكن في جو ما يجري من اتفاقات وتوافقات وتسويات بكل تفاصيلة حزب الله في الجو حزب الله أيضا يعني يجري حوارات ثنائية برعاية الرئيس بري يعني تحصل في عين التيني مع تيار المستقبل ورئاسة الجمهورية على جدول على طول لو الكلب حزب واحد ما كنا عم نحكي بأحزاب يعني إذا كانت أمل وحزب الله حليفان أساسيان يتكاملان ولكنهما لا يتميهايان يعني تتذكري لما كانوا ينقال إنه ليش سيد نصر الله ما بيطلب ابن سليمان فرنجي الانسحاب وما بيضغط على نبيه بري بمطرح معين إنه يلين موقفه هذا الرئيس بري ما حدا بيحط الفرد براسة ما حدا بيفرض علينا ولا الحزب بيسمح لحيله أنه كمين يفرض على حلفائه لأنه هيده مش طريقته أنتصل الأمور إلى حد يعني أن يعرقل الرئيس بري أو أن يقف أو يعطل بهذا الشكل حتى ما يفض هذا الحديث وصول عماد عون وهو مرشح حزب الله يعني هوني في سؤال كبير يطرح في تساؤلات عند كل المواطنين اليوم ليش بده يكون كتساؤلات كيف اليوم تجع مصير حزب الله حليف مصير الرئيس بري حليف حزب الله يقف في وجه مرشح الحزب بهذا الشكل إيمان فرنجي حليف أول لحزب الله وحزب الله مرشح العماد عون وهنا الغلط أنه بالنهاية نحن حلفاء ولا نتماهى ببعضنا الرئيس نبيه بري له حيثيته وله حضوره وله موقعه كرئيس مجلس نواب منتبه له كتير منيح هيدا الموضوع حزب الله أين نائب وليد جملاط من كل ما يجري اليوم برأيك؟ يعني أنا بتعرف أنه آخر شيء نائب وليد جملاط الذي يسمى في كل حين أنه بيضة القبان طبعا هو على مسافة مسافر على أساس على سفر برلك يعني ليت أنا جميعا نستشهد بأغنيات فيروز وبمخزون الرحابني يمكن كنا منشوف بعضنا أحلب كتير فمشان هي أنا برأيي كان آخر لقاء جمع بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جملاط كان النائب وليد جملاط واضح أنه كل الخيارات مفتوحة ولكنه يمكن عنده ميل باتجاه أكتر من اتجاه آخر عنده ميل باتجاه الوزير الفرنجي إما أنه مخفي يعني أنا مش عم بقول سر لا ما مش هاي كمانا هون لما كنا عم نحكي قبل شوية أنه لي المواقف ما بتطلع على العلن واليوم كمانا صحيفة الحياة ذكر الموضوع زيته أنه المواقف الداعمة الفرنجية لماذا لا تخرج من الغرف المغلقة إلى العلن كما صد أيضا يعني موقف النائب جملاط ولكن السؤال الكبير أنه جملاط أوفد الوزير أبو فعور إلى السعودية هل هذا مؤشر يعني لما من بعد هذه الزيارة إلى المملكة بنشوف أنه ونقرأ ما سرب عن لقاءه مع الرئيس الحريري أنه نصحوا بعدم الذهاب باتجاه العمادعون هيك قرأنا إلى ما يؤشر هذا أنا ببعرف أنه بالنهي موقف المملكة العربية السعودية بيظهر أنه موقف حاسم من أحد من المرشحين بقدر ما هو موقف واضح من ترك مساحة لحرية التحرك للرئيس سعد الحريري وهذا ما عبر عنه الرئيس نبيه برح هنا مقال عن زيارة الصديق وقل أبو فعور راح مختار رجع مختار يعني ما فهم شيء من موقف المملكة شو بدون السعوديين من لبنان في هذه المرحلة ويمكن بالنهاية أنه تركين بمحل معين مساحة للتحرك بالداخل اللبناني هلأ ليك دايما منقول السعودية ومن مطرح تاني غير فريق بيعمل اتهامات لإيران أنا بعرف أنه الموقف الإيراني المعلن وغير المعلن وبآخر الزيارة كانت لقالي بإيران أيضا إيران تركب محل معين لحولفاء حرية التحرك وحرية الخيار بالداخل اللبناني بس أنا هون بقولك برجع بقول اللي حكينا أنت وأنا تحت الهواء أنه لبنان بكل مفاصله بأيام يعني الرخاء إذا كان في أيام رخاء نادرة بلبنان أنه كان دايما في جو إقليمي أو جو دولي مؤثر اليوم أنت تركين الساحة بشكل معين لهيئة أعجز من أنه نقدر ناخد قرار فعلي باحترام الأكثرية النيابية التي أفضت إلى دعم مرشح معين طبعا مع استثناء سنة 1970 حين وصول الرئيس الراحل سليمان فرنجي بالعودة هون لموقف النائب جونبلاط البعض بيشوف أنه صحيح هو يدعم الوزير الفرنجي ولكنه لا يمكنه أن يقف وأن يذهب بعيدا في مواجهة الإجماع المسيحي وهو حتى بكلام أخير لأله نائب جونبلاط من كم يوم أشار إلى أهمية التفاهم تفاهم معراب وطيار الوطني الحر مع القويت اللبنانية وقال أن هذا التفاهم ليس كما قبله ما بعده ليس كما قبله هما غيرا المعادلة فهل الأخذ بالاعتبار لهذا التفاهم يمكن أن ينعكس في موقفه من موضوع الاستحقاق الرئاسي هلأ بمنهي بتعرفي النائب واليد جونبلاط وأنتي خبيت الجبل بالمرصاد الأقدر على صياغة مواقفه ولنحية إذا بدك نظرته للقاء معراب بالشكل طبعا هناك ما قبل وما بعد بس بالجوهر بعد لهلا ما ترجم شيء إذا بدك من كل اللي نحكى عنه بإعلان النيات بمعراب ما يؤشر بمحل معين إلى تصدع ربما في جدار هذا التفاهم يعني البعض يخافك بهذا الرأي بقول الانتخابات البلدية يمكن استند لقلها يلي أولفوا على التحالف ما كانت معيار لأنه حكمتها يعني حكمتها كثير معطيات عائلية ومناطقية تماما تماما لا يمكن استناد لقلها عطيتيني إذا بدك الإطار السليم للجواب اللي أنا كنت عم فكر فيه الانتخابات البلدية من معيار إذا سبقتها تصريحات أنا للانتخابات البلدية حيثيتها وخصوصيتها وهناك حسابات في القرى والبلدات لا يمكن أن تنسحب على التوافق السياسي شفت لو سبق الانتخابات البلدية كلام موزون مثل هذا الكلام كنت بسلم جدلا باللي عم بتقولي هلأ بس لما بيسبق الانتخابات البلدية كلام عن أم المعارك بالقبيات وأم المعارك بزحلة ونظهر للساعة 4-5 فجرا لنتبع انتخابات البلدية بجوني وبصربة إذا كانت هذه الانتخابات البلدية بمفهوم هي ترجمي لرقم 86% يعني المبالغ فيه بدرجة مثيرة للإستغراب لحتى ما استعمل المصطلح آخر إذن لما بيسبق الانتخابات البلدية هذا الكلام وابتجي نتيج الانتخابات البلدية بما يصدم بالمعنى السلبي من روج لها وبالمعنى الإيجابي من كان ينتظرها ساعة هذا الكلام ما بصح يسمحه لنا فيها إذن يعني بتشوفي هون أنه مش بالضرورة لهذا التحالف أن يكون ليس كما قبله بالمعنى الانتخابي بماذا ترجم هذا الاتفاق أنون انتخابات ما عم بيقدروا يتفقوا عليه لأ بس ساعة منصوب الاتهان على سلة الرئيس بره اللي فيه أنون انتخابات أنون انتخابات ليه أنا برأيي أكثر ضماني فعلية لإراحة المسيحيين لم يتفق عليه وربما هناك اتفاق غير معلم إلى ضرورة الاستمرار بأنون الستين لا يحفظ لكل راسه بشكل أو بآخر فمشان هيك عم بقولك كاترين لازم نكون واقعيين معلشي وموضوعيين حتى لو كنا بالمعنى العاطفي مع هذا الاتفاق أو ذاك ولكن كان السؤال الأول أنه نائب جملات لما بيشير إلى هذا بهذه الطريقة وبهذا الكلام إلى تفاهم معراب يعني وقالة تأثيره وأنه رح يغير المعادلة كيف تترجم هاي بالاستحقاق الرئاسي خصوصا وأنه أرفق هذا الكلام بيء أيضا جملة أخرى أنه كل من ميشيل عون وجعجع يملكان تأثيرا وحضورا وازنين في جبل لبنان الأمر الذي لا ينطبق على المرشح سليمان فرنجي برغم احترام لموقعه وكلمته نعم أنا بس بدي أقولك شغلي أنه سليمان فرنجي ممثل في مختلف المناطق اللبنانية من النقورة لعكار وهذا ما أثبتته كل الانتخابات اللي ما رأيت وكل الأحصاءات بحجم التيار والقوات بعمكن معين أنه بالنهاية بدي أقولك شغلي الحجم المسيحي اللي ما عنده البعض الوطني ينعكس ضررا على المسيحيين بس الحجم المسيحي الوازن الذي له البعض الوطني بتشوفي بالأحصاءات أنت من أكثر أنا مش شهدي فيك أنا وين ما كان بقول من أكثر الأعلاميين المتابعين إذا ما نروح إلى قراءة كل الأحصاءات بتشوفي سليمان فرنجي كمرشح لرئاسة الجمهورية وحده الخارق في الشارع السني وفي الشارع الدرزي وطبعا تحصيل حاصل بالشارع الشيعي وله الحضور الوازن بالشارع المسيحي لما بيقول البطريارك الراعي أن المرشح يجب أن يكون منطلقا من بيئته ومقبولا من المكونات الأخرى فيعزروني بقى عن التوصيف والتصنيف نعم نحن تابع معك سيدفيرا ولكن طبعا بدأ انتقل مثل ما قالنا مباشرة هلأ يبدو في كلمة لنائب علي فياد قبل كلمة الرئيس تمام سلام انتبعها سوا يتضمن فعاليات عديدة تقوم فيها على نحو أساس البلديات المشاطئة للنهر بحملة نظافة تمتد على طول مجراه على أن تتولى كل بلدية تنظيف مجرى النهر وضفتيه في إطار نطاقها الجغرافي ويشترك في ذلك الجمعيات الكشفية والأندية الرياضية والجمعيات البيئية والدفاع المدني والأهل والمتطوعون ليكون يوما وطنيا لإعادة تشييد حرمة النهر التي يصونها القانون وعلى أن يبلغ كل من يدير مجروره إلى النهر بمهلة زمنية لإقفاله على أن تتابع الآليات التطبيقية بالتعاون مع البلديات ووزارة الداخلية والأجهزة المختصة تبعا لخصوصية كل حالة لا أريد أن نبدو كأننا مثاليين وحالمين يعني أنا بعرف لأن أشنى هذا الأمر طويلا فيما تعلق بالبقاع قد يقول قال أنه ما في إيميلي حملة النظافي النهر في البقاع هو مجرور النهر في البقاع هو مكان لتجمع كميات هائلة من الأكياس والحيوانات النافقة والتلوث العضوي الأسود وما إلى هنا شو بدنا ننظف لننظف أما فيما تعلق بالحوض الأسفل عملية أو حملة التنظيف لها معنى ويمكن أن تنتج شيء عملي من القرعون إلى القاسمية لذلك نحن ندرك خصوصية ما هو قائم في البقاع لكن على الرغم من ذلك نحن قلنا أن كل بلدية مشاطئة للنهر وكل بلدية يمر النهر في نطاقها العقاري عليها أن تبادر بأي شكل من الأشكال للقيام بخطوة ولو كانت رمزية اتجاه هذا النهر حتى لو نزلت الجرفات وأزالت الأوساخ الموجودة في هذا المجرى المطلوب أن تتضافر كل الجهود الوطنية لتحويل هذا اليوم إلى يوم وطني بامتياز ما نتطلع إليه هو أن نرى سلسلة بشرية ممتدة على مدى هذا النهر في هذا اليوم من نبع العلاء إلى مصب القاسمية ونحن ندرك حجم المشاكل التي تعاني منها الدولة لكن هذه المؤازرة من المجتمع الأهلي والمجتمع المدني الدولي برأيي أكثر من مهمة في هذه المرحلة هل نحن نحلم ونبالغ على الرغم مما تعانيه دولتنا بمؤسساتها من ترهل وتعثر وغياب لمظاهر السيادة والقانون إلا أن حضور المجتمع والرأي العام والإعلام في تحمل المسؤولية والملاحقة والرقابة والمطالبة من شأنه أن يضع المشكلة على سكة المعالجة وهذا ما نطمح إليه بالخلاصة أريد أن أقول فيه ربما حاجة لتطوير البني الإداري المعنية بالنهر بحيث لا تقتصر على النهر إنما يجري تطويره كي تطال حوض النهر يعني كل ما يتصل من مجاري بعيدة الصبف النهر تصبح من ضمن اهتمام هذه المصلحة وفيه أيضا حاجة ربما لتوحيد المرجعية التي تفوض أو تكلف بمعالجة هذه المشكلة للتنسيق بين الوزرات والمصالح والهيئات المعنية وبالإضافة إلى كل ذلك بحسب تجربتنا النيابية لا يكفي أن يقرر القانون لكن كيف لنا أن نتابع تطبيق هذا القانون لأن في بعض القرى فيها محطات تكرير وفيها شبكات صرف صحي لكن لما وقفت هذه المحطات تحولت شبكات الصرف الصحي إلى مصدر لتركز الترسب وتكثيفه لذلك التحدي الكبير أمامنا أن نطبق مشروع القانون وأن نواضب على تطبيقه وفق المواصفات التي تحمي هذه البيئة نحن نشكر حضورك دولة الرئيس في زمن تعصف باهتماماتنا النوازع الطائفية والفئوية تبدو هذه القضية قضية وطنية بامتياز يجب أن نضع يدنا بأي دباعة جميعا متعالين عن الاستقافة السياسية في سبيل أن نعيد لهذا النهر الوطني بريقه وأهميته والسلام عليكم ورحمة الله الاستنفار الوطني لإنقاذ الليطاني تعني حماية البيئة اللبنانية على مساحة أطول نهر في لبنان كلمة وزير البيئة الأستاذ محمد المشنوق ترجمة نانسي قنقر نعود مشاهدينا من اليوم الوطني لحماية الليطاني إلى ضيفة فيرا يامين على أن نعود لاحقا إلى الحفل مع كلمة الرئيس تمام سلام بس لحتى نقدر نسرع شوية لأمعك كتير موضيع أساسية إذن حكينا عن رئيس بري عن النائب جنبلاط ماذا عن الأطراف المسيحيين أيضا الأخرين المستقلين حزب الكتائب ويقال أنه انتوا إياهن مع الرئيس بري والنائب جنبلاط تستعون لخلق نوع من جبهة في وجه العماد أنا برأيي ما بقى في داعي إذا بدك لتشكيل جبهات للمواجهة أما إذا كان في تنسيق بين الأطراف اللبنانية فهذا أمر كتير طبيعي وهذا أيضا كمان باللقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كمان كان في هذا النوع من الكلام أنه نحن موجودين يعني أنه بالنهاية أقصاء الآخرين تحت أرقام مضللة هذا أمر ما بيجوز لهذا السبب أنا قلتلك هذا 6% 6% عاكل حال إذا كنا 6% فنحن الخمير اللي بتطلع العجين عاكل حال 6% مش الماردة واحدهم كالمقصود من تبقى في مجلس الوزراء يعني أنتو وإلى جانبكن وزراء الرئيس سليمان ورزير مطر الحر لما كان ينحكى بالأقليات على صعيد المنطقة شو كانوا يقول يقولوا الأقليات هي المكون الأساسي اللي تركي هيدا الشرق بالتنور وبالتنوع فإذن خلي ينصحب هذا الكلام نحن ولا مرة إذا بدك أخذنا ناسنا بمئيس الأكترية والأقلية وال6 وال7 وال8% نحن منترك الأحصاءات الوطنية تعطي سليمان فرنجية حجمة ونحن ننحني لإرادة الشعب طيب هذه الأطراف المسيحية سيدفيرا يعني هل هي بعدين بدي لك شغلي؟ أعطيتكم كلمة لما بينحكي عن الأحصاء بأن تسير في انتخاب الوزير الفنجي رئيسا يعني اليوم أنا معظم للشخصيات المسيحية المستقلة بين مزدوجين يعني المستقلة بمعنى أنه منا منتمي لأحزاب بس منا مستقلة بالرأي على العكس أصحاب هني موقف واضح من الوزير بطرس حرب من غيره يعني من غيره جاهرة علنية بأنه سيسير بالوزير الفنجي رئيسا يعني الكتائب عم بقولوا ما بدنا تماني أدار عندك كتلة البعس وعندك كتلة الأومي وعندك الكتال النيابية الأخرى وعندك موقف النائب دوري شامون بالأمس القريب عندك موقف لنائب هدي حباش بلقبيات يعني أنه ما بدني مشان ما ننسى أسماء معينة نعم تببا عن حزب الكتائب اللبنانية قلتلك هذا الشي لفت له نائب سامي الجميل رئيس حزب الكتائب بلقاءه الأخير من ضمن مروحة الاتصالات مع الرئيس سعد الحريري لأنه لما أنت بدك تحكي عن الستة وتمانين وبيقيلنا نحن الستة مع تماني مع بعرف شو يعني على الكالكولاتريس اللي عم بيستخدموها برجع أنا بقولك أنه الإحصاءات يجب الارتكاز إليها والإحصاءات بتعرفي بيعملوها أكتر من مصدر قد تكون هذه المصادر موالية لهذا الفريق أو لذاك إذا كل المصادر تقاطعت على أنه الأكثر تمثيلاً من مكونه المسيحي إلى البعد الوطني فأنا اليوم لما بدي أحكي بالتجربة الأمريكية وبتعرفي الأحصاءات بتنزل وبتطلع الأحصاءات مش أنه بتتجمد المرح كان فيه مناظرة بين كلينتون وترامب ربحت فيها نقطة كلينتون بكرة قد يكون هناك مناظرة أخرى بين ترامب وتلينتون يرتفع فيها ترامب مرات تخطاب سياسة بيعدل بالأحصاءات وبيعدل بالموازين فما تجمدلي بالفريز الرقم وتشتغلي على أساسه وتظل تخبر الناس خبرياتك على أساسها على كرحل بعيداً عن الأرقام ولكن موقف حزب الكتائب هو لا هون ولا هون حسب ما عم بيعلنوا أنه هني أبلغوا حتى الرئيس الحريري أنه غير مستعدين للسيف بمرشح من 8 أذار انسجاماً مع مرادئهم حتى لما رحنا على تفاهم بحزب الكتائب وكان رح يصدر ورقة إذا بدك كان كمان حزب الكتائب واضح إلى ضرورة التفاهم على سلم تكاملة بما يتقاطع وينسجن مع طرح الرئيس نبيه بر لكل مكون حريته بإطلاق رؤيته ما فيني أحجب عنك أنا رؤيتك وانت موجودة يا عمي بالشعر بيقول أدونيس طالما هناك واحد يقرأني فأنا شاعر هذا القول يا دل على أن طالما هناك واحد يقرأني فأنا موجود ما فيك أنت بالمقابل أنك تلغيني وفق أحصاءاتك وأرقامك اللي بمعظمها مضللة نعم إذا كانت الأحصاءات مضللة كما تكونين ويمكن حتى فيه يمكن يعني اقتناع ربما عنده مش الأحصاءات مضللة الأرقام الأحصاءات على العكس عطيت موضوعية أنه الأحصاءات يمكن مش نستند لأنه في شركة أحصاء البعض يشوفها تابع على فريق سياسي وبالرغم من كل هذا الأمر تقاطعت كل النتائج حول سليمان فرنجيين بشكل واضح نعم نحن من ترين توقف مع فاصل يلا كم بدأس عليك سؤال ولكن قالولي بريك أعلاني من بعده منتابع القسم الأخير من حلقتنا نتابع مشاهدين القسم الأخير أو الدقائق الأخيرة من حلقتنا معك فيرا يمين عضو المكتب السياسي في تيار المردة سؤال عم نسمعه من يومين له هلأ ليش ما بينسحب الوزير الفرنجية من السباق الرئيسي طالما أنه في أجواء أنه قد يكون هناك إجماع على العماد عون وهو الذي قال منذ البداية أنه تلشحه هو خطة بأ والخطة ألف هي العماد عون القد التي هي قد التقديرية اليوم أنت لمن معظم المكونات اللبنانية والأكثرية النيابية تمنحك ثقاتها مش من السهولة بمكان أنه تستسهل الأمر وتنسحبه وطالما هناك حظوظ متقدمة لماذا الانسحاب ولما بصير في حكي عن إجمع وطني بنبقى نحكي عن إجمع وطني بعد برأيك الألم تقترب الرئاسي أكثر من العماد عون هلأ بعد ما صار في نوع من ما بدنا نقول حسم للرئيس الحريري موقف من تجاه العماد عون ولكن على الأقل أصبح الأمر مطروحا بشكل جديد إرجاء الجلس أكثر من شهر لا يعطي هذا المؤشر الذي تتحدثين عنه كاتري شو رح يصير بجلسة 31 تشهير أول؟ إن شاء الله يوصل رئيس للبلاد رئيس عن جد يكون بالمناسب بالموقع المناسب ومن هلأ لوقتها بتعرفي قديش ممكن يصير فيه بهذا الشهر خلينا نترك نكون إيجابيين ونترك الوقت لمروحة الاتصالات واللقاءات والمشاورات عساها تفضي إلى إجماع وطني لأننا في هذا البلد محكمون بالوحدة ومحكمون بالحوار الدايم هذه نحن وقعيتنا وهذا نهجنا كمال ألا تخشون أنه الاستمرار في هذا الكيباش من مال عماد عون من مال وزير الفرنجي سينتهي بالذهب نحو مرشح ثالث غير فرنجي عون وهو مرشح التسوية الذي لطالما قيل أنه هو الأفضل للبنان في هذه المرحلة أنه بالنهاية لما الأكثرية النيابية تختار مرشحا فبالتالي لو كان من النادي المرشحين الأقوياء ولكن بالتالي هو أيضا مرشح تسوية فكلنا منتذكر انتخاب الرئيس الراحل إسلامان فرنجي بما يمثل من قوة وقدرة كان مرشح التسوية مش بالضرورة كلمة مرشح التسوية أنه يكون رئيس لا لون ولا نكهة ولا لون لا مش بالضرورة على العكس تماما إذا وصل مرشح التسوية من نادي الأقوياء بيكون فيه إلى وقع أكتر ونتيج أفضل بكتير لحد هلأ ما فيه أشترات بالدل عن الاحتمال الثالث أو الخيار الثالث لما يتعلق بالعيمات جان قهواجي حتى يعني البعض رابطوني مسألة التمديد يعني حسمت بالأمس عبر قرار وزير الدفاع سامير مقبل بأنها نوع من تمهيد أو احتمال تعرف اللبناني أدمن وضايع ترك كل الاحتمالات مفتوحة ليش نحن بدنا نستبق إذا بدك اللقاءات والمشاورات وما قد تفضي إليه من أمور وخواتيم مرضي مثل ما قطع بيبين المرضى اللي صدر ببناشعي بعد اللقاء الرئيس الحريري خلي الأمور تاخد وقتها وكل لحظة بلحظتها أحلى ما نعمل نوع من التهويل يفهمه البعض بمحل معين اتهام أو تهديد أو إذا بدك يعني اللي بدك يه نعم أنا بدأ أشكر حضورك معنا اليوم سيدفيرا أهلا وسلا فيك من جديد فيه اختم سريعا قبل ما تنقلوا البس المباشر لعزي كل أحباب وأصدقاء وعائلة الشهيدنا تحطر لأنه ما صح لأنه شارك ولا بأي نشاط من النشاطات اللي قيمت لقلو نحن نتضامن مع حرية الفكر والتعبير وشهيد الفكر هو من أغلى الشهداء أنا بشكر حضورك معنا اليوم جديد وأهلا وسهلا فيك في هذه الحلقة على أمل أن تحمل الأيام المقبلة على الأقل ما بدنا نقول رئيسنا نتأمل كثير على الأقل صورة واضحة لكي يعرف اللبنانيون إلى أين نحن سائرون في هذه المرحلة شهد بشك فيك من جديد بشكر مشاهدين على المتابعة ونعود إلى حفل إطلاق اليوم الوطني لحماية الليطاني وهذا نقل المباشر الكلمة لك شكرا 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 أيها الحفل الكريم السيدات والسادة لابد لي في البداية من أن أحيي جهود الحملة الوطنية لحماية حوض الليطاني ولا بد لي من الثناء على الكلمة القيمة التي استمعنا إليها إذا صح التعبير الآن من مجنون هذه الحملة الزميلة النائب علي فياض بما أطلعنا إليه من وقائع ومن تفاصيل عاشها ويعيشها من أجل تحقيق ما نصب إليه جميعا وما تصب إليه هذه الحملة ولا بد لي أيضا في البداية من أن أشكر كل الجهات المحلية والدولية التي تتعاون لإنقاذها هذا النهر وأذكر هنا الصندوق الكويتي والصندوق العربي والبنك الإسلامي والبنك الدولي وحكومة إيطاليا والاتحاد الأوروبي هذه الجهات التي تسعى لإنقاذ النهر الذي لا يشكل فقط شريان حياة لحوضه الذي يمثل 20% من مساحة لبنان بل ثروة قومية يعم خيرها كل خريطة الوطن لجميع أبنائه ولجميع ناسه من هذا المنطلق أقول إن كل لبنانيين معنيون بإنقاذ الليطان وحوضه وبالحملة الوطنية لحمايته إن الوضع الكارثي الذي يعانيه النهر اليوم يستطيع استنفارنا جميعا لمنعه من الموت قبل فوات الأوان لا حاجة به إلى تعداد وجوه أهمية نهر الليطاني اجتماعيا واقتصاديا وبئيا ولقد أدركت حكومتنا منذ اليوم الأول ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الليطاني بدليل أن واحدا من أول قراراتها كانت تشكيل لجنة من جميع الوزارات المعنية والإدارات الرشمية الأخرى بالإضافة إلى أبرز البلديات لمتابعة تطبيق خريطة طريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون والحوض الأعلى للنهر وتلت هذه الخطوة سلسلة قرارات ومراسيم تتعلق بهبات وقروض من أجل تنفيذ المشاريع الملحة واستكمال إطار المؤسسات لتفعيل تطبيق القوانين والأنظمة البيئية غير أني لا أذيع سرا إذا قلت إن ذلك لم يكن كافيا وأن المطلوب كان أكثر بكثير بدليل الحالة الكارثية التي وصل إليها النهر وحوضه والتي دفعتنا إلى التحرك مؤخرا وتشكيل لجنة وزارية جديدة لمتابعة هذا الملف في الواقع أيها السيدات والسادة إن الوضع الكارثي الذي بلغه نهر الليطاني هو تعبير صارخ عن استضعاف الدولة ودمور هيبتها في تجاوز متماد للقوانين الناظمة لحياة الناس ونشوء علاقة مع البيئة المحيطة والثروة الطبيعية الوطنية أشبه بالعلاقات في ظلال شريعة الغاب لقد باتت الحكومة لقد باتت الحكومة مصباً للهر جارف من المشاكل تتدفق عليها العرقلة من كل حد وصوب فكيف للحلول أن تنبع منها لقد قامت على دفاف الدولة ولا تزال مجموعة ملوثات لسلطتها وفي مجراها نشأت عوائق عديدة أما السد الذي يفترض أن يكونه القانون أن يكونه القانون لينظم المسار ويعطي كل ذي حقه فهو عرض للتآكل والانهيار بفعل التجاوزات والمصالح المتفلتة من أي قيود أو ضوابط إن الخطوة الأولى نحو تصحيح هذا الوضع أقولها تكراراً هي إعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية وإذا كان طموحنا جميعاً هو معالجة هذه الاختلالات البنيوية المزمنة في عمل السلطة في لبنان فإن انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل لإزالة كل العراقين ولقيام المؤسسات بالمهام المطلوبة منها على غرار حماية الليطاني تعرفون جميعاً أن مشاريع حماية النهر جاهزة وقد أشبعت درساً وتمحيصاً المطلوب اليوم إقرار القوانين اللازمة ومشاريع القرود للشروع في العمل وهذا يستلزم أيضاً وأيضاً انتظاماً في عمل المؤسسات وفي مقدمها مجلس النواب الذي تعطل الأزمة السياسية المستمرة دوره التشراعي والرقابي لابد لي هنا من توجيه تحية تقدير إلى دولة الرئيس نبيه بره رئيس مجلس النواب حامل هم الليطاني وأهله من منبعه البقاعي إلى مصبه الجنوبي وحامل الهم الوطني عموماً والمدرك أهمية الإسراع في إنجاز الورشة التشريعية لإطلاق ومواكبة ورشة التنفيذ العملية ونأمل أن تدرك كل القوى السياسية ضرورة الانتهاء من هذا الشق الأساسي في مصاري حماية حوض الليطاني مرة أخرى تحية إلى كل العاملين على هذا الملف الحيوي والحريصين على حماية الثروة المائية اللبنانية وخاصة نعم البلديات ورساء البلديات وأعضاء البلديات المتواجدين معنا اليوم الذين على عاطقهم كما سمعنا من كلام ما سبق لي حصة كبيرة من هذا العمل أشكر لكم حضوركم معنا اليوم ومشاركتكم لهذا الهم وكذلك لابد أن أعلن باسمكم جميعا اليوم وباسم الوطن الدعوة لإطلاق هذه الحملة في 23 الشهر الجاري القادم لننهض جميعا في مسؤولياتنا الوطنية بعيدا عن الفئوية وعن المحاصصة وعن الزواريب وننتقل إلى فضاء هذا الوطن الكبير الذي يجمعنا ويبقى حلمنا وسيبقى مستقبلنا جميعا فيه إن شاء الله ونتمنى لهذه الحملة كل التوفيق واليوم 23 يكون هناك لوحة وطنية صادقة ومخلصة لجميع اللبنانيين والشكرا لكم جميعا كنا مشاهدين إذن مع هذا النقل المباشر من حفل إطلاق اليوم بالوطني لحماية الليطاني واستمعنا إلى كلمة كل من النائب علي فياد ووزير البيئة محمد المشنوق وأيضا رئيس الحكومة تمام سلام الذي شبه الحكومة بالنهر الجارف الذي تتدفق فيه كل المشاكل والعقبات كان هذا كل شيء شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة